بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء أمر الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هل رجع مراجع نهائية على منهج النحو للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وهذه المراجعة من كتاب الأستاذ مراجعة مميزة وشاملة جميع أجزاء المنهج ولو عاوز تحمل المذكرة هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو نبدأ بالنشاط الأول نشاط واحد أكمل بما هو مطلوب بين القوسين رقم واحد يستمع التلميذ إلى شرح المطلوب مضاف إليه واضبطه طيب دي كلمة ناكرة المفروض عشان نجيب مضاف إليها نجيب كلمة معرفة يستمع التلميذ إلى شرح المعلمي المعلم مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر رقم اثنيا نجط الطازجة يقبل الناس على أكلها مبتدأ واضبطه هنكتب مبتدأ الفاكهة الفواكه الخضروات أي مبتدأ يكتبه الطالب الفاكهة الطازجة يقبل الناس على أكلها رقم ثلاثة الاهتمام بنجط يجعلك متفوقا المطلوب اسم مجرور واضبطه أدي الباء حرف جر هنكتب بعدها اسم مجرور الاهتمام بالمذاكرة يجعلك متفوقا رقم اربعة دخان نجط يلوث البيئة المطلوب مضاف إليه دخان المصانع يلوث البيئة رقم خمسة سلم المدرب على نجط المطلوب جمع مذكر سالم سلم المدرب على اللاعبين اللاعبين اسم مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم رقم ستة سعدت بصحبة نجط المطلوب مضاف إليه مجرور بلياء يعني هيكون مثن أو جمع ممكن أقول سعدت بصحبة الصالحين أو سعدت بصحبة الصديقين رقم سبعة الأمهات نجط على الأبناء المطلوب خبر جمع مؤنث سالم واضبطه الأمهات حريصات على الأبناء حريصات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم رقم تمانية قطفت مريم نجط المطلوب مفعول به علامة نصبه الياء يعني مفعول به يكون مثنى أو جمع مذكر سالم هنقول قطفت مريم زهرتين زهرتين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى رقم تسعة استماعت إلى نصائح المطلوب مضاف إليه جمع مذكر سالم إلى نصائح المعلمين المعلمين مضاف إلى مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم رقم عشرة أخذت من نجط كثيرا من المعلومات المطلوب مثنى أخذت من الكتابين كثيرا من المعلومات الكتابين اسم مجرور بلياء لأنه مثنى رقم حداشر نجط صادقان مبتدأ مثنى الرجلان صادقان الطالبان صادقان رقم اتناشر اشتركت فيه نجط الرسمي المطلوب اسم مجرور ربطه في مسابقة الرسمي رقم تلاتاشر يظهر القمر نجط في السماء ظرف زمان طبعا ليلا ظرف الزمان دائما منصوب رقم اربعةاشر الجنود نجط عن ارضهم خبر مرفوع بالواو اوه تقول لي يدافعون يدافعون فعلي من الفعال الخمسة لكن هنقول الجنود مدافعون مدافعون عن ارضهم مدافعون خبر مرفوع على مطرف عالواو لأنه جمع مذكر سالم رقم خمستاشر يزرع نجط الارضة فاعل جمع مذكر سالم من لما يزرع الارض الفلاح بس عزنوا جمعي بل فلاحون يزرع الفلاحون الارضة رقم ستاشر كرم المدير المطلوب مفعول به جمع مذكر سالم كرم المدير المتفوقين مفعول به منصوب علامة نصبه لياء لأنه جمع مذكر سالم رقم سبعتاشر الأطباء المطلوب خبر مرفوع علامة رفعه الواو الأطباء مخلصون أو الأطباء ماهرون رقم تمنتاشر كافأة الدولة مغط المثاليات المطلوب مفعول به جمع مؤنث سالم وضبطه كافأة الدولة الطبيبات المثاليات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم رقم تسعتاشر كثرة نغط توقع في الخطأ المطلوب مضف إلى مجرور بالكسرة كثرة الكلام توقع في الخطأ رقم عشرين أوقف الشرطي نغط المطلوب مفعول به مثنى أوقف الشرطي الرجلين 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 مفعول به منصوب علامة نصبه لأنه مثنى رقم واحد وعشرين موضوع نغط شائق المطلوب مضف إلى مثنى موضوع القصتين شائق رقم اثنين وعشرين أذاعة نغط خبرين المطلوب فاعل مثنى أذاعة المذيعان خبرين رقم تلاتة وعشرين علق التلاميذ نغط في الفصل المطلوب مفعول به منصوب بعلامة فرعية بعلامة فرعية اللي هي الياء بأنقول علق التلاميذ اللوحتين في الفصل أو علق التلاميذ الصورتين في الفصل رقم اربع وعشرين أشعة نغط شديدة الحرارة في الصيف مضاف إلى وضبطه أشعة الشمس شديدة الحرارة في الصيف رقم خمسة وعشرين رائحة نغط جميلة المطلوب مضاف الخريجان في المطلوب مثنى في مشروعين طبعا مشروعين اسم مجرور وعالمة جره الياء لأنه مثنى رقم سبعة وعشرين يجب أن نختار أفضل نغط عند الحديث مضاف إليه أفضل الكلام عند الحديث رقم تمانية وعشرين غرس نغط الفلاح مفعول به غرس الزرع الفلاح أو غرس الشجرة الفلاح طبعا هنا الزرع مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة غرس من الغرس الفلاح هو الغرس الزرع رقم تسعة وعشرين مجهود مغط في الحقل كبير مضاف إليه وضبطه مجهود الفلاح في الحقل كبير رقم تلاتين يتصاعد الدخان من اسم مجرور بالكسرة من المصنع أو من المصانع اسم مجرور عن مجره الكسرة رقم واحد وثلاتين كرمت المدرسة نغط المطلوب مفعول به منصب الكسرة يبقى مفعول به منصب الكسرة يبقى نجيب جمع مؤنث سالم كرمت المدرسة المتفوقات مفعول به منصب علامة نصبه الكسرة رقم اثنين وثلاتين فناء نغط واسع مضاف إلى وضبطه فناء المدرسة واسع رقم 33 العلم مغط التقدم المطلوب خبر العلم أساس التقدم هنا مضف إليه رقم 34 أعجبت بإسم مجرور مثنى أعجبت باللاعبين رقم 35 أخذت العلم مغط المطلوب جهر ومجرور أخذت العلم من الكتاب رقم 36 الكتاب مغط المكتب المطلوب ظرف مكان فوق المكتب نشاط اثنين اقرأ ثم أجب رقم 1 المجتهدان يذاكران بجد حول المبتدأ إلى فاعل وغير ما يلزم المبتدأ هنخلي فاعل هنخلي الجملة فعلية هنبدأ بالفعل والفعل في بداية الجملة يكون في حالة الإفراد يعني يذاكران هنبدأ بيها هنقول يذاكر يذاكر المجتهدان بجد رقم 2 يجر الخيل العربة اجعل الكلمة الموجودة بين القوسين مثنى يعني يجر الخيل العربة هنخليها مثنى يجر الخيل العربتين 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 مفعول به منصوب علامة نصبه لياء لأنه مثنى رقم 3 يخرج النحل عسل فيه شفاء قاعد كتابة الجملة صحيحة طبعا يخرج فعل مضارع مرفوع علامة رفعيه الضمة يخرج النحل المفروض فاعل مرفوع علامة رفعيه الضمة هنا خطأ وعسل المفروض مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة هنا أيضا خطأ يبقى هنكتب يخرج النحل عسلا فيه شفاء يخرج النحل عسلا فيه شفاء رقم 4 ادخل كلمة المعلم في خمس جمل بحيث يكون اعرابها في الاولى اسما مجرور يعني هنجيب قبلها حرف جر وفي الثانية فاعلا يعني هنجيب قبلها فاعل وفي الثالثة مفعولا به وفي الرابعة مبتدأ وفي الخامسة مضافا اليه نبدأ بالاسم المجرور ممكن نكتب سلمت على المعلم المعلم اسم مجرور علامة جره الكسرة رقم باء فاعل فاعل بها هنكتب جملة فعلية دخل المعلم الفصلة المعلم فاعل مرفوع علامة رفعيه الضمة رقم جيم مفعول به مفعول به أيضا جملة فعلية هنكتب قابلت المعلم في المدرسة طبعا قابل فعل ماضي والتأتاء الفاعل المعلم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح ده المبتدأ المبتدأ هنبدأ بها الجملة المعلم شرحه متميز ها مضاف إليه ممكن نكتب استمعت إلى شرح المعلم المعلم مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم خمسة يبني العامل الوطن بجد وإخلاص اجعل الكلمة الموجودة بين القوسين مثنة يبني العاملان الوطن بجد وإخلاص يبني العاملان الوطن بجد وإخلاص رقم ستة يحافظ العامل المخلص على بلاده اجعل الجملة للمثن المذكر ولجمعه وغير ما يلزم الجملة يحافظ العامل المخلص على بلاده هنخليها مثن مذكر وجمع مذكر يحافظ العاملان المخلصان على بلادهما والجمع يحافظ العمال المخلصون على بلادهم رقم سبعة المصري الذي يساعد في عمل الخير محبوب ثني كلمة المصري وأعد كتابة الجملة صحيحة المصري مثن المصريان الذي اللذان يساعد يساعدان في عمل الخير محبوبان المصريان اللذان يساعدان في عمل الخير محبوبان رقم تمانية يشاهد السائحون الآثار حول الفاعل لمبتدأ وغير ما يلزم يشاهد السائحون السائحون فاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم هخليه مبتدأ هبدأ به الجملة واذا بدأت به الجملة الفاعل اللي هو يشاهد هاي في نص الجملة وطبعا مش هيكون في حالة الإفراد هيكون في حالة الجمع يبه نقول السائحون يشاهدون الآثار السائحون يشاهدون الآثار رقم تسعة اجعل كلمة الفلاحة مبتدأ مرة وفاعلا مرة أخرى الفلاحة هنخلها مبتدأ هنبدأ به الجملة ممكن نقول الفلاح نشيط في عمله طب هنخلها فاعل يبه نكتب جملة فاعلية يعمل الفلاح في الحقل رقم عشر المعلمون يشرحون الدرسة حول المبتدأ اللي هو المعلمون إلى فاعل وغير ما يلزم هنحول إلى فاعل يبه نعكس الجملة بدل ما هي جملة اسمية هنخلها جملة فاعلية واذا ما احنا عارفين الفاعل في بداية الجملة في حالة الإفراد يعني يشرحون هتكون يشرح يشرح المعلمون الدرسة رقم حداشر عين الفاعل ثم اذكر علامة إعرابه هنعين الفاعل هنحدده وانشف فاعل مرفوع بإيه ألف يخلص المخلصون لأوطانهم يخلص فاعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم من اللي يخلص المخلصون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم باء تطوف السيدات حول الكعبة تطوف فاعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم من اللي تطوف السيدات فاعل مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع مؤنث سالم رقم 12 هذا هو التلميذ الذي يذاكر الدرسة اجعل الجملة السابقة للمثن المذكر وللجمع المذكر وللمثن المؤنث وللجمع المؤنث للمثن المذكر هذا هذان وهو هما التلميذ 잘 التلميذ الذي الذان يذاكران الدرسة هذان هما التلميذان اللذان يذاكران الدرسة لجمع المذكر هذان هؤلاء وهما هم والتلميذ ont والذان هؤلاء هم التلاميذ الذين يذاكرون الدرس المثنى المؤنث هذا هاتان وهو هما التلميذتان هاتان هما التلميذتان اللتان تذاكران الدرس الجمع هؤلاء هن التلميذات التي يذاكرن الدرس رقم 13 المهذب محبوب من الناس ثني واجمع كلمة المهذب وغير ما يلزم المهذب المثنى المهذبان محبوب محبوبان من الناس المهذبان محبوبان من الناس رقم باء الجمع المذكر المهذب المهذبون محبوبون من الناس رقم 14 هؤلاء جنود أقوياء ضع ضمير المتكلم وضمير الغائب وضمير المخاطب بدلا من اسم الإشارة وغير ما يلزم هؤلاء جنود أقوياء ضمير المتكلم طبعا أنا ونحن هنا هؤلاء للجمع يبا هنشوف ضمير المتكلم للجمع هؤلاء هنخليها نحن نحن جنود أقوياء با ضمير الغائب أيضا هؤلاء للجمع ضمير الغائب للجمع هم جنود أقوياء ضمير المخاطب أنتم جنود أقوياء نشاط ثلاثة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ترك مجط آثارا كثيرة المصريين ولا المصريون أخلي بال الله نكتبه هنا فاعل ترك من اللي ترك المصريون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم ترك المصريون آثارا كثيرة رقم اثنين تهتم الدولة بصناعة النسيج الموقع الصحيح لما تحته خط تهتم فاعل مدارع مرفوع علامة رفعه الضم من اللي تهتم الدولة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم بصناعة باء حرف جر وصناعة اسم مجرور النسيج معرفة قبلها نكرة إذن هي مضاف إليه النسيج مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر رقم ثلاثة سلمت على طبعا صديقيني صديقين اسم مجرور علامة جره الياء لأنه مثن رقم اربعة تقدمت مصر في ميادين العلم علامة إعراب ما تحته خط تقدمت مصر طبعا تقدم فعل ماضي والتأتاء التأنيس مصر فاعل مرفوع علامة رفعه الضم في حرف جر ميادين اسم مجرور العلم مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر لأنه مفرد رقم خمسة المبتدأ ماله مرفوع ولا منصوب ولا مجرور طبعا المبتدأ والخبر والفاعل دائما مرفوع المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع والفاعل أيضا دائما مرفوع رقم ستة حب الوطني من الإيمان الموقع صحيح لما تحته خط كلمة الوطن معرفة وقبلها كلمة ناكرة حب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الوطني مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر لأنه مفرد رقم سبعة ضربتنا نجط على القواعد النحوية المعلمات ولا المعلمات ولا المعلمات طبعا ضربتنا من اللي ضربتنا المعلمات فاعل مرفوع علامة رفعه الضم رقم تمانية انتصر الجيش على الأعداء الموقع صحيح لما تحته خط الأعداء قبلها حرف جر إذن هي اسم مجرور علامة جره الكسر رقم تسعة أعجبني صوت المنشد المنشد مضاف إلى مجرور علامة جره طبعا الكسر لأنه مفرد رقم عشرة تشتد الحرارة صيفا الموقع الصحيح لما تحته خط طبعا صيفا هنا ظرف زمان الموقع الصحيح لها ظرف زمان رقم حداشر المفعول به دائما منصوب المفعيل دائما منصوبة رقم اتناشر وسائل مجد تضر أحيانا وسائل التواصل ولا التواصل ولا التواصلي طبعا دي كلمة ناكرة وسائل مبتدأ والمبتدأ دائما يكون معرفة إذا جاء ناكرة لازم تجي كلمة تعرفه فلذلك الكلمة اللي هنكتبها مضاف إليه هيكون معرفة بالإضافة وسائل التواصل تضر أحيانا التواصل مضاف إليه رقم تلاتاشر الأطفال سعداء الأطفال مبتدأ مرفوع علامة رفعه طبعا الضم لأنه جمع تكسير رقم اربعةاشر سعدت بقصيدة الشاعران ولا الشاعرين سعدت طبعا فعل وفاعل بقصيدة الباء حرف جر وقصيدة اسم مجرور الشاعرين مضاف إلى مجرور علامة جرهلياء لأنه مثنى رقم خمستاشر أحرز اللاعب فعل وفاعل طبعا اللي هنكتب مفعول به هدفا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح رقم ستاشر نقاش نقط مفيد الأسرة ولا الأسرة ولا الأسرة نقاش مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم نقاش الأسرة الأسرة مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة مفيد خبر رقم سبعتاشر الفاعل دائما مرفوع رقم تمنتاشر سلمت على الرجلين الرجلين اسم مجرور علامة جره طبعا لأنه مثنى رقم تسعة عشر حاول الأطفال مساعدة المحتاجين المحتاجين مضاف إلى مجرور علامة جره طبعا علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم رقم عشرين ابتكر العالم نقط جديدة طريقة ولا طريقة ولا طريقة ابتكر وانتهى فعل ماضي مبنى على الفتح العالم فاعل مرفوع علامة رفعه الضم ماذا ابتكر العالم طريقة جديدة طريقة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح رقم واحد وعشرين شواطئ نقط جميلة شواطئ البلاد جميلة البلاد مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم واحد وعشرين شواطئ نقط جميلة طبعا جميلة هنا خبر فعايزين كلمة معرفة بالألف واللام لكي تعرف كلمة شواطئ شواطئ البلاد جميلة البلاد مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم اثنين وعشرين المضاف إليه دائما مجرور رقم 23 دافع الجندي عن وطنه وطن تعرف فاعل ولا مفعول به ولا اسم وجرور طبعا قبلها حرف جر بطورة باسم وجرور 24 الخبر موجط مرفوع ولا منصوب الخبر والمبتدأ مرفوعان رقم 25 وقف العصفور فوق الغصن فوق ظرف مكان 26 رائحة نوجط عاطرة الزهرتان ولا الزهرتين رائحة الزهرتين رائحة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الزهرتين مضاف إلى مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى عاطرة هي اللي تممت المعنى فعاطرة خبر 27 نوجط منتظمة الصفوف ولا الصفوف ولا الصفوف المبتدأ دائما مرفوع وإذا كان جمع تكسير يرفع علامة رفعه الضم الصفوف رقم 28 كرمت الدولة عمال النظافة مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم 29 المعلمون مخلصون مخلصون خبر مرفوع علامة رفعه طبعا الواو لأنه جمع مذكر سالم رقم 30 الإسم بعد حرف الجر يكون مجرور رقم 31 دافع الجنود عن الوطني دفاع الأبطال ما تحته خط دفاع نكرة والأبطال معرفة معرفة بعد نكرة الأبطال تعرب مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر رقم 32 المعلم يرفع من شأن الوطني ما تحته خط يعرب من حرف جر شأن اسم مجرور وهي نكرة شأن اسم مجرور الوطن مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة لأنه مفرد رقم 33 ظهرت نقط النجومة ولا النجوم ولا النجومي جملة فعلية يبقى لا نكتب فاعل الفاعل إذا كان جمع تكسير يرفع علامة رفعه الضم ظهرت النجوم رقم 34 العلم أساس الحياة العلم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم أساس خبر مرفوع علامة رفعه الضم الحياة أخلي بالي معرفة بعد نكرة الحياة مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر رقم 35 المرفوع من الأسماء المضاف إليه طبعا مجرور المفعول به منصوب المبتدأ والخبر والفاعل رقم 36 ينشد الشعر الطالب إعراب ما تحته خط فاعل ولا مفعول به ولا مبتدأ ينشد هنسأل الفاعل من اللي ما ينشد الشعر اللي ما ينشد ولا الطالب طبعا الطالب فاعل يبقى الشعر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح رقم 37 المجرور من الأسماء المضاف إليه أي المضاف إليه والإسم بعد حرف الجر ده المجرور من الأسماء رقم 38 صمم البناء المهندس إعراب ما تحته خط من اللي صمم البناء المهندس المهندس فاعل مرفوع علامة رفعه الضم أما البناء مفعول به رقم 39 المنصوب من الأسماء طبعا المفعول به رقم 40 ينصط نقاط للحديث التلميذة ولا التلميذ ولا التلميذي من اللي ما ينصط التلميذ للحديث التلميذ فاعل مرفوع علامة رفعه الضم نشاط أربعة أعرب الجمل التالية والإجابة في ورقة خارجية المفروض كل الطالب يجهز ورقة ويوقف الفيديو ويعرب هذه الجمل في ورقة خارجية أنا هعربها شفاهيا يعني مش هكتب رقم 1 قام العمال بتفريغ السفينة قام فاعل مضي مبنى على الفتح العمال فاعل مرفوع علامة رفعه الضم هنسأل الفاعل من اللي قام العمال بل عمال فاعل مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع تكسير بتفريغ الباع حرف جر وتفريغ اسم مجرور السفينة مضف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم 2 فرغ قلب المؤمن من الشر فرغ وانتهى فعل ماضي مبنى على الفتح قلب فاعل مرفوع agradeع فيه الضم المؤمني مضاف إلى مجرور علامة جريه الكسر من حرف جر الشر اسمه جرور علامة جريه الكسر رقم 3 يساعد المسعفون المصابين يساعد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم من اللي يساعد المسعفون فاعل مرفوع علامة رفعهر الوو لأنه جمع مذكر سالم ماذا يساعد المسعفون المصابين مفعول به منصب علامة نصبه لياء لأنه يوم مذكر سالم رقم 4 تسهر الأمهات على راحة الأبناء تسهر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة من اللي تسهر الأمهات فعل مرفوع علامة رفعه الضمة على حرف جر راحة اسم مجرور الأبناء مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر رقم 5 يحرص الآباء على سلامة الأبناء يحرص فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة من اللي يحرص الأباء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم على حرف جر سلامتي اسم مجرور الأبناء مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر رقم ستة زائير الأسدي مفزع لو قلت زائير الأسدي وسكت لسه الجملة ما تمتش اللي هيتمم المعنى كلمة مفزع زائير الأسد ماله مفزع إذن مفزع الخبر زائير مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الأسدي مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر مفزع خبر مرفوع علامة رفعه الضم رقم سبعة تصفح الأب جريدتين تصفح فعل الناضي مبنى على الفتح الأب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم جريدتين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى رقم تمانية المعلمون مخلصون المعلمون طبعا اسم إذن أنا في شرع جملة الإسمية المعلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم المعلمون مخلصون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم تسعة قابض رجل الشرطة على اللصي قابض جملة فعلية يبنى في شرع الجملة الفعلية هلاجه فاعل زائد فاعل وأحيانا مفعول به قابض فاعل ماضي مبنى على الفتح من اللي قابض رجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الشرطة الشرطة معرفة بعد نكرة مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة على حرف جر اللصي اسم مجرور عشرة المهندسان بارعان الجملة إسمية يبنى في شارع الجملة الإسمية هلاجه مبتدأ وخبر المهندسان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الالف لأنه مثنى بارعان خبر مرفوع علامة رفعه الالف لأنه مثنى رقم حداشر استعدى المتسابقون لبدء المسابقة استعدى فاعل الماضي مبنى على الفتح المتسابقون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو اللام حرف جر بدء اسم مجرور علامة جره الكسرة المسابقة مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم 12 رأيت الطائرة فوق الشجرة رأيت طبعا رأى فعل ماضي والتاء الفاعل الطائرة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة فوق ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الشجرة مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة أي كلمة بعد الظرف تعرب مضاف إلي رقم 13 بداية من رقم 13 الى رقم 22 هسيبهم للطالب يتضرب عليهم لوحده في ورقة خارجية ولو جملة غلبتك اكتبها لي في جروب التليجرام وانا هجواب لك عليها ان شاء الله نشاط خمسة صوب ما تحته خط رقم واحد يحرصوا الامهات على ابنائهن هنا الفاعل مؤنث يبا لازم الفاعل يبدأ بالتاء ما ينفعش يحرصوا يحرصوا ده لو الفاعل مذكر لكن الامهات مؤنث يبا تحرصوا تحرصوا الامهات على ابنائهن رقم 2 حضر التلميذين الفائزان طبعا حضر جملة فعلية من اللي حضر التلميذان الخطأ في كلمة التلميذين المفروض الفاعل مرفوع على مترفعه الالف اذا كان مسنة يبا التلميذان بدل التلميذين رقم 3 نصح المعلمون التلاميذ نصح جملة فعلية من اللي نصح المعلمون فاعل مرفوع على مترفعه الضم ماذا نصح المعلمون التلاميذ مفعول به منصب علامة نصبه الفتحة وليس الضم رقم 4 يدافعون الجنود عن الوطني طبعا الفعل في بداية الجملة يكون في حالة الافراد يعني يدافعون خطأ والتصويب يدافع الجنود عن الوطني رقم 5 أقامت المدرسة حفل خطأ أقامت ماذا أقامت المدرسة حفلا مفعول به منصب علامة نصبه الفتحة رقم 6 بنى المصريين القدماء الأهرمات بنى من اللي بنى المصريون فاعل مرفوع على مترفعه الواء لأنه جمع مذكر سالم لكن المصريين خطأ نشاط 6 اختر الإجابة الصحيحة وهذا السؤال للفائقين رقم 1 قرأت نجة التلميذات النصي ولا النص ولا النصة من اللي قرأت طبعا التلميذات فاعل مرفوع علامة رفعه الضم بل أنا هكتبوا هنا مفعول به منصب علامة نصبه الفتحة النصة قرأت النصة التلميذات رقم 2 أفكر في تنفيذ مشروع العلوم الموقع الصحيح لما تحته خط في حرف جر تنفيذ اسم مجروع علامة جره الكسرة مشروع مضاف إلى مجروع علامة جره الكسرة رقم 3 حي الطلاب والمعلمون علم مصر الموقع الصحيح لما تحته خط موقع علم حي الطلاب والمعلمون طبعا الطلاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المعلمون نعت ماذا حي الطلاب علامة مصر علامة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح رقم 4 أسهم المعلم في نجط مشكلات التلميذ أسهم المعلم فيه في حرف جر بل كلمة اللي هتجي بعديه اسمه مجرور حل مشكلات التلميذ رقم 5 تعادل الفريقان في المباراة الموقع الصحيح لما تحته خط تعادل وانتهى فعل ماضي مبنى على الفتح إذن هي فعل ماضي ستة تهتم الدولة بثقافة نقط المواطنون ولا المواطنين الباء حرف جر والثقافة اسمه مجرور المواطنين مضاف إلى مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم رقم 7 التلميذ المتفوق وحريص على مستقبله الموقع صحيح لما تحته خط التلميذ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم التلميذ ماله المتفوق برضو ماله حريص حريص خبر مرفوع علامة رفعه الضم رقم 8 وقف التلاميذ في طابور الصباح الموقع صحيح لما تحته خط مضاف إليه ولا ظرف ولا مفعول به وقف وانتهى فعل ماضي مبنى على الفتح من الوقف التلاميذ فعل مرفوع علامة رفعه الضم في حرف جر طابور اسم مجرور الصباحي مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم 9 العاملان في عملهما العاملان طبعا دي جملة اسمية العاملان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى العاملان في عملهما ما لهم إلا أنا هكتبوا خبر والخبر دائما مرفوع وإذا كان مثنى يرفع علامة رفعه الألف العاملان في عملهما مخلصان رقم 10 ذهبت إلى مدينتين العلامة الإعرابية لما تحته خط إلى حرف جر مدينتين اسم جرور علامة جره لأنه مثنى نشط 7 أضبط ما تحته خط رقم 1 شرح المعلم الدارسة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة رقم 2 الشجرة مثمرة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم مثمرة خبر مرفوع علامة رفعه الضم رقم 3 رسم الفنان لوحة من اللي رسم الفنان فاعل مرفوع علامة رفعه الضم رقم 4 غرد العصفور فوق الشجرة فوق ظرف إذن بعدها مضاف إلى مجرور علامة جره الكسرة رقم 5 الجنود دافعوا عن الوطن عن حرف جر الوطني اسم مجرور علامة جره الكسرة رقم 6 العلماء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم رقم 7 انطلقت المسابقة مساء المسابقة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم انتهينا من المراجعة وننتقل إلى حل القطع النحوية القطعة الأولى التلميذ المجتهد يحب القراءة حبا جمع رغبة في تثقيف عقله وتهذيب نفسه لذلك يجلس في الفصل وسط زملائه منتبها ليكون من الناجحين ألف أعرب ما تحته خط التلميذ بدأت بها الجملة وهي اسم فإذا هي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم كلمة القراءة عشان أعرب كلمة القراءة هبص على الكلمة اللي جاب ليها إذا لجيت جاب ليها فاعل هابدأ بجملة فعلية هنا في فعل يحب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم هسأل الفعل من اللي يحبه طبعا التلميذ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ماذا يحب التلميذ القراءة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الكلمة الثالثة تثقيف هبص جاب ليها حرف جر إذن هي اسم مجرور علامة جره الكسر الكلمة الأخيرة زملائه هبص على الكلمة اللي جاب ليها كلمة وسطة وإحنا عارفين بين ووسطة وفوق وتحت وخلف وأمام ظرف والكلمة التي تأتي بعد الظرف مضاف إليه مجرور علامة جره هنا الكسر با استخرج من الفقرة السابقة اسما مجرور بالياء اسم مجرور بالياء يبا أنا أبحث عن حرف الجر عشان ألجل اسم المجرور بعده في تثقيف طبعا في حرف جر لكن تثقيف اسم مجرور بالكسرة في الفصل في حرف جر والفصل اسم مجرور بالكسرة ليكون من الناجحين من حرف جر والناجحين اسم مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم رقم اثنين فعلا وبين نوعه فعلا طبعا يحبه فعل مضارع ثلاثة ظرفا وبين نوعه ظرفا وسطه ظرف مكان جيم أكمل بما هو مطلوب بين القوسين رقم واحد تكرم المدرسة المطلوب جمع مؤنث سالم وضبطه تكرم المدرسة جمع مؤنث المتفوقات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم اثنيا الفلاحان المطلوب خبر نشيطان ثلاثة ورق نغط أخضر مضافئ لها وضبطه ورق الشجر أخضر طبعا الشجر مضافئ لها مجرور علامة جره الكسر رقم اربعة قامت الدولة بنغط كبيرين مثنة بمشروعين كبيرين دال المخلص في عمله محبوب من الله اجعل الجملة للمثنة المذكر وللجمع المذكر المخلص المخلصان في عمله في عملهما محبوبان من الله المخلصان في عملهما محبوبان من الله الجمع المخلصون في عملهم محبوبون من الله ها بين سبب جر ما تحته خط رقم واحد قرأت قصة رغبة في التسلية مجرور لي لأنها سبقت بحرف الجر اسم مجرور بحرف الجر فيه اثنيا التلميذ الناجح قادر على حل المشكلات على حرف جر حل اسم مجرور المشكلات المضاف لي مجرور على مجره الكسر لأنه جمع مؤنث سالم وصود الخطأ كرمت الدولة التلميذان المبدعين ماذا كرمت الدولة التلميذين وليس التلميذان الخطأ في كلمة التلميذان خليها التلميذين مفعول به منصوب غالعمة نصبه لأنه مثنى زي أعرب الجملة التالية مصر مبتدأ مرفوع على مطرفعه الضم مصر ملها بلد بلد خبر مرفوع على مطرفعه الضم السلام كلمة معرفة وقبلها كلمة ناكرة إذن هي مضاف إلى مجرور على مجره الكسر القطعة الثانية تهتم المدرسة بالتربية الخلقية اهتماما كبيرا تنشئ أبناءها على الأخلاق الفاضلة والصفات الكريمة وتشجع المهذب بإعطائه جائزة السلوك الحميد أمام زملائه رغبة في تشجيع المهذبين أعرب ما تحته خط المدرسة كلمة المدرسة هنشوف الكلمة اللي جاب ليها الكلمة اللي جاب ليها فعل مضارع هنسأل الفعل تهتم من اللي تهتم المدرسة فاعل مرفوع على مطرفعه الضم الكلمة الثانية الأخلاق هنبص على الكلمة اللي جاب ليها على حرف جر إذن هي اسم مجرور على مجره الكسر الكلمة الثالثة كلمة السلوك كلمة معرفة وقبلها نكرة إذن هي مضاف إليه مجرور على مجره الكسر رقم با استخرج من الفقرة السابقة مضافا إليه مجرور بالياء هنا مضاف إلى مجرور بالكسر عايزين مضاف إلى مجرور بالياء يأما يكون مثنى أو جمع مذكر رغبة في تشجيع المهذبين المهذبين مضاف إلى مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم اثنيا فعلا وبين نوعه تهتم فعل مضارع ثلاثة ظرفا وبين نوعه أمام طبعا ظرف مكان جيم تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد العاملون مخلصون علامة رفع كلمة العاملون طبعا العاملون مبتدأ مرفع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم اثنيا تشجع نقاط المجتهدين من اللي تشجع الدولة فعل مرفع علامة رفعه الضم دال ضع الكلمات الأتية في جمل بحيث تكون مضافا إليه الشجرة والمعلم والماء الشجرة عايزينها مضاف إليه طبعا هذه الكلمات معرفة عشان يجيبها مضاف إليه هجيب قبلها كلمة ناكرة يعني كلمة الشجرة ورق الشجرة أخضر المعلم شرح المعلم جميل الماء تلوث الماء يضر صحة الإنسان ها صوب ما تحته خط رقم واحد الشارعان واسعين خطأ مبتدأ خبر الشارعان مبتدأ مرفع علامة رفعه الألف لأنه مثنى واسعان خبر مرفع علامة رفعه الألف لأنه مسنى اثنين سافر محمد إلى القاهرة إلى القاهرة إلى حرف جره بل بعدها اسم وجره علامة جره الكسر إلى القاهرتي ثلاثة الصادقون مخلصات آه مخلصات هنا خبر ولكن يدل على المؤنث فالصادقون خطأ المفروض الصادقات مخلصات علم المعلم التلاميذي لا علم المعلم التلاميذة ما فأقول به منصب علامة نصبه الفتحة واو أعرب الجملة التالية الصدق من صفات المؤمنين الصدق مبتدأ مرفع علامة رفعه الضم من حرف جر صفات اسم وجره علامة جره الكسر المؤمنين مضاف إلى مجره علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم القطعة الثالثة تكرم الدولة العلماء والنابغين في عيد العلم تكريما فوفرت لهم المعامل المجهزة والأدوات الحديثة تقديرا لدورهم في رفع شأنها بين الدول أعرب ما تحته خط كلمة الدولة هنبص على الكلمة اللي جاب ليها تكرم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم من اللي تكرم طبعا الدولة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الكلمة الثانية العلم في حرف جر عيد اسم مجرور العلمي كلمة معرفة وقبلها نكرة مضاف إلى مجرور علامة جره الكسر الكلمة الثالثة في حرف جر رفع اسم مجرور علامة جره الكسر في رفع شأنها با استخرج من الفقرة السابقة مفعولا به مفعول به بنا أبحث عن جملة فعلية تكرم من اللي تكرم الدولة ماذا تكرم الدولة العلماء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة اثنيا فعلا وبين نوى تكرم فعل مضارع ثلاثة ظرفا وبين نوى ظرف طبعا بين الدول بين ظرف مكان جيم أكمل بما هو مطلوب بين القوسين رقم واحد بنا نجط القدماء الأهرامات المطلوب فاعل بنا المصريون القدماء الأهرامات المصريون فاعل مرفعه على مطرف عيل واو لأنه جمع مذكر سالم اثنيا العاملان في عملهما خبر مناسب مخلصان أو مجدان رقم ثلاثة أستيقظ من نومي ظرف زمان صباحا دال الجندي المصري مخلص اجعل الجملة للمثنى المذكر وللجمع المذكر المثنى المذكر الجنديان المصريان مخلصان وللجمع الجنود المصريون مخلصون ها ضع الكلمات الآتية في جمل بحيث تكون اسما مجرورا المدرسة والمصنع واللاعبين اسم مجرور يعني هجيب قبل كل كلمة حرف الجر المدرسة ذهب التلميذ إلى المدرسة المدرسة اسم مجرور المصنع عاد العمال من المصنع المصنع اسم مجرور اللاعبين سلم المدرب على اللاعبين اللاعبين اسم مجرور ويوصوا بالخطأ فيما يلي المعلمين المخلصان محبوبان طبعا المعلمان مبتدأ مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى المعلمان المخلصان محبوبان اثنيا قرأت قصتان خطأ قرأت فعل وفاعل قصتين مفعول به منصوب علامة نصبه لأنه مثنى يبقى قصتين بدل قصتان رقم ثلاثة يصوم من اللي يصوم المسلمون وليس المسلمين المسلمين هنا بالياء احنا عايزين الفاعل مرفوع علامة رفعه الوو لانه جمع مذكر سالب يصوم المسلمون شهر رمضان زي اعرب الجملة التالية يهتم فاعل مدارع مرفوع علامة رفعه الضمة الطلاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة بحرف جر تحصيلي اسم مجرور العلمي مضافئ لمجرور علامة جره الكسر القطعة الرابعة التلميذ الذكي ينتبه الى شرح المعلم اهتماما كبيرا ويذاكر دروسه حبا في العلم ولذلك يحبه الوالدان ويساعده المعلمون والمعلمات ويجب ان لا تنسى دور الاسرة في مساعدته الف اعرب ما تحته خط التلميذ اسم وبدأت بها الجملة يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الكلمة الثانية المعلم هنرجع للكلمة اللي جاب ليها ناكرة وهي معرفة اذا هي مضاف الى مجرور علامة جره الكسر الكلمة الثالثة العلم جاب ليها حرف جره اذا هي اسم وجره علامة جره الكسر الكلمة الرابعة المعلمون هنرجع للكلمة اللي جاب ليها ويساعده من اللي يساعده المعلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم با استخرج من الفقرة السابقة فاعلا مثنى فاعل مثنى هبحث عن جملة فعلية التلميذ الذكي ينتبه الى شرح المعلم اهتماما كبيرا ويذاكر دروسه حبا في العلم ولذلك يحبه الوالدان يحبه الوالدان من اللي يحب الوالدان فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى اثنيا فعلا وبين نوعه ينتبه او يذاكر فعل مضارع ثلاثة جمع مؤنث سالم جمع مؤنث المعلمات جيم اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد قال نقاط الحق الشاهدان ولا الشاهدين قال فعل ماضي مبنى على الفتح من اللي قال الشاهدان فاعل مرفوع علامة رفعه الالف اذا كان مسنى اثنيا شجع المدير ماذا شجع المدير المتفوقين مفعول به منصوب علامة نصبه الى ثلاثة يركب نقاط السيارة من اللي يركب المسافرون فاعل مرفوع علامة رفعه الوالدانه جمع مذكر سالم اربع كرمت الدولة هنكتب مفعول به الممرضاتي مفعول به منصوب علامة نصبه الكسر دال انت طالب مجتهد حول العبارة للمثنى المذكر والجمع المذكر انت انتم طالب طالبان مجتهدان انتم طالبان مجتهدان والجمع انتم طلاب مجتهدون ها صوب الخطأ سلم المدير على المتفوقون في المسابقة سلم من اللي سلم المدير فاعل مرفوع علامة رفعه الضم على حرف جر المتفوقون خطأ المفروض المتفوقين عشان سبقت بحرف الجر المتفوقين اسمه مجره علامة جره الى لانه جمع مذكر سالم اثنيا المعلمين يحبون وطنهم المعلمين مبتدأ مرفوع علامة رفعه الوا وليس اليا المعلمين خطأ المفروض المعلمون يحبون وطنهم واو اعرب الجملة التالية تفوقت الطالبات في التعليم تفوقت طبعا تفوق فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيس الطالبات فاعل مرفوع علامة رفعه الضم لانه جمع مؤنث سالم في حرف جر والتعليم اسم مجرور القطعة الخامسة والاخيرة المكتبة هي الطريق للمعرفة نجد كتبا كثيرة بها منها علمية وثقافية ودينية يذهب اليها الناس رغبة في تحصيل المعلومة فاحرص ايها التلميذ على الكتب الموجودة بها واجلس بين التلاميذ في ادب وهدوء اعرب ما تحته خط كلمة المعرفة يسبق حرف اللام حرف جر طبعا شبه جملة يتكون من حرف الجر واسم مجرور يبلام حرف جر والمعرفة اسم مجرور علامة جره الكسرة نجد نحن كتبا الكلمة الثانية كلمة كتبا هنرجع قبليها اذا لقنا فاعل هنبدأ من الجملة الفعلية اذا ملقناش فاعل هنبدأ من الفصل هنا لقنا فاعل نجد فاعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم من اللي نجد نحن نجد نحن الفاعل ضمير مستطر تقديره نحن ماذا نجد نحن كتبا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الكلمة الثالثة الناس يذهب اليها الناس من اللي يذهب اليها الناس فاعل مرفوع علامة رفعه الضم با استخرج من الفقرة السابقة مضافا اليه رغبة في تحصيلي تحصيل اسم مجرور المعلومة مضاف الى مجرور علامة جره الكسرة لانها معرفة بعد ناكرة وايضا بعد الظرف هنلاقي مضاف اليها اللي هي التلاميذ يبع عندي مضاف اليها المعلومة والتلاميذ هي مكتوبة هنا التلاميذ لكن هي التلاميذ رقم اثنين فعل امر فعل امر فحرص احرص فعل امر وايضا اجلس فعل امر رقم ثلاثة ظرفا وبين نوعه ظرف هنا بين التلاميذ ظرف مكان مبتدأ طبعا المكتبة المكتبة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم رقم جيم اكمل بما هو مطلوب بين القوسين رقم واحد يذهب نغط الى الحقل جمع مذكر الفلاحون رقم اثنين الطلاب قاموا بنغط مثنى الطلاب قاموا برحلتين البقى حرف جر رحلتين مثنى بها تكون بالياء اسم وجرع من جره الياء لأنه مثنى رقم دال اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين شاهدت المعلمات في المدرسة المعلمات مفعول به منصوب علامة نصبه طبعا الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم اثنين هذان نغط وفيان عالمان ولا علمين هذان عالمان وفيان ها هي معلمة محبوبة حول العبارة للمثنى المؤنث والجمع المؤنث هي هما معلمتان محبوبتان والجمع المؤنث هن معلمات محبوبات هن معلمات محبوبات واو صوب الخطأ المعلمون مخلصين المعلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم مخلصون وليس مخلصين الخطأ في كلمة مخلصين المفروض مخلصون لأنها خبر مرفوع علامة رفعه الواو اثنين رأيت شرطيا في الطريقي وليس في الطريقة المفروض الطريقي بالكسر وليس الفتح لأن قبلها حرف جر زي أعرب الجملة التالية يحتفلوا فعل مضارع مرفوع على مطرفعه الضم المصريون فعل مرفوع على مطرفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم بالأعياد البق حرف جر والأعياد اسم جره على مجره الكسرة بكذا ان شاء الله قد انتهينا من المراجعة النحوية للصف الخامس وانتظرونا ان شاء الله في باقي المود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته